اي واحد عنده صعوبة في النوم او بيعاني من الارق وعلى ما اعتقد الموضوع ده زايد جدا جدا في الزمن اللي احنا فيه وبالذات على الراجل مسئوليات اللي علينا بقت عالية بشكل والتوقعات اللي جاية بشكل هستيري حتى لو واحد عايز يتجوز واحد عايز يفتح بيت نتكلم ايه اسباب الارق ايه الحاجات اللي انت ممكن تعملها اللي هتساعدك عن نوم وتنزل الارق واحد حاجة طبعا في الفيديو اللي هتعجبكم واللي هتتفادوا بينها ممكن تستخدمها عشان تساعدك عن نوم وتقلل من الارق ويلا بينا نبدأ حالة النهاردة زاكوا يا جماعة اهلا بيكم في حالة النهاردة خلينا نبدأ يا جماعة اول حاجة اسباب الارق توتر سترس التفكير الزيادة كل الحاجات دي بتسبب الارق ولكن برضو في عوامل تانية غير السترس او غير ان انت قاعد بتفكر في مشكلة او حاجة على بالك حاجات انت بتعملها زي مثلا على تليفونك قبل ما تنام البلو لايت او النور اللي ازرق من التليفون من اكتر الاسباب اللي بيعمل استراب في الملاتونون الطبيعي بتاعك وفي نفس الوقت من الجهاز العصبي عندك اللي بيمنعك اصلا من ان انت تبتدي تنعس ده على فكرة سبب كبير جدا لان معظمنا حتى انا بتكلم علي انا برضو يعني دايما على تليفوننا على الانستجرام بنشوف الدرة بيقوليه تحفيز الدرة فيديوهات الدرة رايح تشتري كتاب دمرها قبل ما تنام حاول تعمل الحاجات دي على مدار اليوم لما ييجي مثلا ساعتين قبل النوم حاول ان انت تبعد عن التليفون انا عارف ان الفيديوز ادمان ولكن حاول انت تبعد عنها وتبعد عن التليفون خالص ده غير ان اصلا على تليفونك لما انت بتعمل سكرول على التليفون بتاعك قبل ما تنام بتشوف حاجات كتيرة بتعمل تريجر لأفكار معينة ابسط حاجة مثلا لو انت مرتبط بوحدة وهي ما رضيتش بيك وانت عمل تعمل سكرول شفت مثلا فيديو عن اتنين كابل مبسوطين جدا مع بعض الفيديو ده حيوطرك حيقلقك او حيخليك تفكر في البنت ده يسبب لك overthinking ويسبب لك القرق حاجة تانية مثلا ما ديون عندك ديون او حاجة زي كده تشوف فيديو اندروتيت عمل يمشي بيفلكس بالعربيات بتاعته ومش عارفه بيخليك تحس بنوع من الحصرة اللي هو نفسي فهم ما يكونش عندي المشكلة اللي عندي وكون عايش حياة زيه خليك تفكر overthinking تفكر في المشاكل بتاعتك ازاي تطلع منها كل الحاجات دي بتسبب بالقرق وطبعا زي ما قولنا الاسترس والتوتر طبعا من اقبل حاجات فالعناصر دي صعبة قوي ان انت تتفاداها الحاجات اللي انت ممكن تعملها انت زي ما قولت ترك تباد من التليفون على قل ساعتين او ساعة يعني بص ساعتين دي مش وقعية يعني صراح مع بعض مش وقعية ولكن على قل ساعة ياسيدي 45 ديئة قبل ما تنام حاول تباد عن التليفون او قعد رايح في السرير مثلا اقرأ كتاب نور هادي اسمع مزيكة حلوة اسمع قرآن اي حاجة اللي انت شوف انت عايز تعمل هي يعني وحاول اي حاجة تهدي نفسك قبل ما تنام ابعد عن اي اشخاص تكسك في حياتك قبل ما تنام لو انت متجاوز او لو انت متجاوزة والشريك بتاعكو من نوع اللي بيعكن وبيحب يجادل في كل حاجة حاولوا انت تفادوا الشخص ده قبل النوم طبعا ما تشتغلش كتير قبل ما تنام لانا ممكن الشغل يجي معا مشاكل يخليك برضو تفكر وتصهر وتتعب نفسيا ابعد طبعا عن التليفون دي حاجة قلناها ما تفرجش تيفيزيون قبل ما تنام لانا برضو النور اللزرق ده هيخليك صاحي فدي من الحاجات البسيطة اللي انت ممكن تعملها قبل ما تنام طبعا هي الموضوع اسهل من ان انت تقوله من ان انت تعمله ولكن في حاجات ممكن تعملها من الحاجات اللي انا ذكرتها في حاجة تانية نسيت اذكرها ما تنامشي جعان عشان كده على فاكرة الناس اللي بتعمل دايت بيكون عندها صعوبة في النوم لانا عادة من نام جعانين وحنا بنعمل الدايت فحاول ان تنظم واجباتك بشكل ان انك تكون بطنك مليانة قبل ما تنام وممكن تعملها على فاكرة باكلات اسمها لو دانسيتي فودز انت مثلا الفراولة كتير منها السعرات بتاعتها قليلة عكس مثلا افوكادو قليل منه سعرات بتاعتها كتير فانت لو عايز تاكل قبل ما تنام كل حاجة سعرات قليلة بس الكميات كتير البلو باريز نفس الحاجة اللي هو التوت وطبعا كل الكلام دا موجود في كتاب الوصفات لو انت عندك هتستفد منه جدا وتعرف تنظم الوجبات بتاعتك او حتى تعمل اكلات بسعرات قليلة قبل ما تنام ايه السبليمينس اللي انت ممكن تاخدها قبل ما تنام رقم واحد وده يا جماعة اهم اهم مكمل يعني انا دايما بقول اهم مكمل بناء العضلات كرياتين اهم مكمل للصحة الماجنيزيوم الماجنيزيوم من الاهم السبليمينس لكل حاجة ولكن من الاهم حاجات الماجنيزيوم بيعمله بيريح عضلاتك وفي نفس الوقت بيريحك انت فربعمائة ميلي جرام ماجنيزيوم قبل ما تنام وماجنيزيوم جليسينات لان في انواع ماجنيزيوم كتيرة مختلفة ماجنيزيوم بليسينات هو ده اللي انت بتدور عليه ولازم تشتريه على طول من امازون حتى لو انت ما بتلعبش رياضة ماجنيزيوم ربعمائة ميلي جرام يوميا مهم جدا تاني حاجة الملاتون الملاتون طبعا لهرمون الطبيعي الموجودة عندنا ممكن تاخد منه خمسة او الى عشرة ميلي جرام حتى الناس بتطلع الى خمستاشر ميلي جرام قبل ما تنام ولكن الملاتون بحب انا اعمله السايكلينج يعني لو انا مثلا كنت في طولة وباخد ملاتون بحب اعمله سايكلينج عشان الجسم ما يعتمدش عليه ممكن تعمل مثلا خمسة ايام وتريح يومين او ممكن مثلا تعمل يومين او يوم لا حاول ان انت هيساعدك طبعا عن النوم ولكن حاول ان انت ما تاخدوش كل يوم بشكل مستمر لفترات طويلة تالت حاجة العشب اللي اسمه الفاليرين الفاليرين ده نعمل عشاب وهدف بتاعه بيقلل من التوتر والقلق السفلمان ده لزيز جدا وحيساعدك ان انت تقلل من وتقلل من التفكير الزيادة ويهديك شوية وبيبقى كومبو حلو جدا مع الامينو اسد الثيانين الثيانين برضو بيعمل نفس الحاجة بيعملك ريلاكسيشن بيهديك خالص وبيهد من عصابك والتوتر بتاعك اللي انت ممكن تمر به من خلال اليوم فكده دول اربع مكملات ممكن تاخدهم هنخش دوقتي على حاجات اتقل شوية الجابة الجابة ده ناقل عصبي هدفه ان هو بيينديوس او بيسبب الاسترخاء يعني ممكن اصلا تلاقي نفسك نعاس تبع ديها كده بربع ساعة نص ساعة والحلو اللي فيه انها برضو بيخلي احلامك تقيلة جدا وفيه كمان ادلة بتقول ان الجابة بيخلي جسمك يفرز شوية جروس هرمون قبل ما تنام بشكل طبعا قليل جدا مشكلة الجابة هو انت مش هتعتمد عليه ولكن ممكن تعمله سايكلينج برضو زي الملاتون فساعات انا بحب اعمل اي بقى خد الكمبو ده ساعات انا بحب مسلا اخد ملاتون اربع تيام وربعض مع الثيانين مع ماجنيزيوم كل الحاجات دي هتسبب للنوم وبعدين تلات تيام اروح قالب على جابة برضو مع الثيانين وبردو مع ماجنيزيوم فالخلطة دي هتبقى خلطة لازيزة جدا ان هي تساعدك عن النوم لانك كده انت مش معتمد على ولا ده ولا على ده وهم اللي اتنين مش بنفسه لنفس الريسبتور خالص فهم اللي اتنين مش هيكون عليهم نفس التأثير ان لو كانوا مثلا تحت نفس عائلة المادة نفسها فدي استراتيجي حلوة جدا ممكن تساعدك الاشواجندا اتكلمت انا كتير عن الاشواجندا عامل فيديو كامل عليه وروح شوفه ولكن الاشواجندا من الاعشاب اللي بتساعد على الاسترخاء وحساعدك على النوم اخر مكمل وده اقوى واحد الفايف اتش تي بي الفايف اتش تي بي برضو عامل على الطريقة العصبية وحيهديك قوي ولكن الفايف اتش تي بي لازم تستخدمه كزا يوم لحد ما يبتدي يبني في جسمك ده رقم واحد رقم اتنين الفايف اتش تي بي من السبليمنتس اللي مبادلة الى السبليمنتس ضد الكئابة او مش السبليمنتس الادوية اللي ضد الكئابة فبيكون الدفاع الاول ضد الكئابة لو واحد عنده كئابة وتفكير عالي جدا ومش عارف يفق مش عارف ينام وبيعاني من توطر وقلق واضف وكو Centrum فايف اتش تي بي حيساعدك انا استخدمتها قبل كده من فترات فحياتي وساعدني جدا ما بب Matt تعتمد عليه ولكن ممكن سايكولوجيا تعتمد عليه ان انت تحس ان انت محتاجه عشان تبقى في مود كويس او ما تبقاش مثلا حزين او فهمي بمودك احسن يعني لان هو في الاول وفي الاخر بيساعدك على المود بتاعك جدا 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 على حسب الجرعة في جرعة النوم وفي جرعة برضو ضد الكائبة فدول يا جماعة المكملات اللي انت ممكن تستخدمهم انا في رأيي الاحسن كومبو زي ما قلت لك الملاتون بس بادوس في الملاتون يعني 15 انا باخد اعلى جرعة 15 ملي جرام 4 ايام و4 مع الثيانين مع ماجنيزيوم وبعد ان 3 ايام بروح قلب على جابا وده فيديو النهارده فيديو النهارده سريع مفيد اتمنى يا جماعة الفيديو عجبكم بليز اعملوا شير وسبسكرايب القناة ويا جماعة لكتاب اسلوب تمرين دمرها السلوب التمرين اللي وصلني للمستر اوليمبيا من اول سنة احتراف ومفيش حد عملها في مصر على فكرة غيري انا والبيج رامي لو انتو مش قادرين تشتروا البروجرامز المخصصة او غالي عليكم ممكن تكتفي بكتاب اسلوب تمرين دمرها اللي هيعلمك ازاي تتمرن ويوفر لك شهور من التجربة وفي نفس الوقت معاه طبعا كتاب الوصفات ميت وصفة كل وصفة كتب لك فيها الماكروس بتاعت كل وجبة فانت اصلا ممكن تصنع الدايت بتاعك من نفسك من الكتاب ده لو انت عارف انت محتاج كم سعره سواء عايز تخص او تزيد في الوزن وده فيديو النهارده ونشوفكو بكرا ان شاء الله في الحلقة اللي جاية يا جماعة اخر حاجة الانستجرام بتاعي هو ده روح اعمله فولو بحط عليه محتوى كتير جدا جدا كل يوم شوفكو بكرا ان شاء الله لو انت حاسس انك مش عارف تكبر عضلاته سرعة بناء العضلات عندك ضعيفة اشتري كتاب اسلوب تمرين دمرها انا اسمي محمود الدرة لاعب محترف كمال اجسام لاعب في المستر اولمبيا واخترعت طريقة التمرين الجديدة مفصصة من اسلوب دوريان ييتس اللي هو ست مرات مستر اولمبيا ولكن معدلها بحيث ان احنا ما يجلناش نفس الاصابات اللي جاتلو اسلوب التمرين ده يا جماعة هو اللي ساعدني اوصل للمستر اولمبيا وتعدى على عيوبي في جيناتي وهيلخص لك ازاي تتمرن صح مدل ما تقعد انت تختبر مع نفسك وتتعلم على مدى سنين هتشتري الكتاب ده تمنوا تمن واجبة مكدونالدس في كندا وهتتعلم منه كل اللي انت محتاج تتعلمه في التمرين اللينك سايبولك تحت اضغط على اللينك واخش اشتري الكتاب